شهدت الجلسة العامة لجلسة مجلس النواب رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إحالة ستة قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها خلال هذه الجلسة ناقش النواب عددا من الموضوعات الهامة التي تخدم المواطنين فضلا عن مناقشة سياسة الحكومة بشأن منظومة النظفة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يواصل مجلس النواب مناقشة عدد من القرارات والقوانين والنظر للملفات المدرجة على جدول أعماله الجلسة بدأت بإحالة رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري بديلا عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية إلى إحدى اللجان المشتركة لدراسته وإعداد تقرير عنه الجلسة شهدت كذلك إحالة مجلس النواب ستة قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها وخلال الجلسة وافق مجلس النواب نهائيا على قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج الجلسة العامة ناقش خلالها النواب سياسة الحكومة بشأن منظومة النظافة وأيضا قرارات تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية المواطن المحلي ما بيطلعش برة في المحاور وبالتالي أنا أتحدث حول مسألة غاية في الأهمية نحو تغيير بعض السياسات في تخصيص جهد أكبر داخل الطرق المحلية شرط أن يكون هناك تطويرا تقنيا في عملية التنفيذ وعملية الحوكمة واستلام الأعمال محتاجين نحلح البعض الملفات الهمة زي التصالح وما إلى ذلك عشان نقدر نقول الجمهورية الجديدة في عهدها وفي عهد الجمهورية الجديدة تستطيع الدولة نتسير للأمام وخلال الجلسة استعرض وزير التنمية المحلية محمود شعروي جهود الدولة لرفع كفاءة منظومة النظافة مشيرا إلى أن إجمالية الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المنظومة منذ عام 2018 وصل لنحو ثمانية مليارات وخمسمائة مليون جنيه كما تحدث وزير التنمية المحلية عن مشاركة الوزارة في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتطوير عواصم المحافظات والأسواق غير المخططة وغيرها من المشروعات وهكذا يواصل مجلس النواب مناقشة مشاريع القوانين والقرارات التي تخدم المواطنين في المقام الأول فضلا عن تشريع قوانين تسهل عمل الحكومة في أداء مهمها